من أعلام المدينة النبوية الإمام العلم حافظ زمانه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني ولد سنة خمسين أو إحدى وخمسين للهجرة روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وغيرهم من الصحابة والتابعين وروا عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وعمر بن دينار وقتادة وطائفة من الأئمة قال أحمد بن حنبل الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا كان موسوعة في شتى المجالات العلمية قال الليث بن سعد ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثا كان الزهري من أحفظ الناس وأعلمهم قال عن نفسه ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته وقال أيوب السختياني ما رأيت أحدا أعلم من الزهري وقال مكحول ابن شهاب أعلم الناس كان الزهري يكتب العلم ولا يكتفي بحفظه قال أبو الزناد كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع وكان تاليا للقرآن فكان إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام توفي الزهري في رمضان سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومئة وقد جاوز السبعين فرحمه الله وألحقه بالصالحين ورفع درجاته في المهديين